اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هيش حاجة جديدة بس السيدة سوزان مبارك قننتها كان فيه كم حالات كتيرة جدا من مصريات متجوزين ناس عرب فلسطينيين وسوريين ومش عارف ايه بتاع ومعرفوش ما فين الابهات مخلفين منهم عيال الليل عملاهم مشافوا ابوهم مش عارفين يا عملا عشان كده برضو قدت الجنسية لولاد المصريات ما انت هتعيش كده ما لكش قب فده حقه هو ولكن بيمنحني جزء من حقه في تطليق نفسي بس فده لو اندل على شيء دل على الاحترام الراجل ده للست دي انتي مش عايزاني من حقك تسيبيني اللي حوجع حلوي دراعك ولا الطاعة ولا الهاجسة ده كله كان وقتها قانون جواز المصريات من الاجانب ده قريدي في العقد في شهر العقاري موجودة في العقد مش شرطة انا حطاه هو دجاه موجودة في العقد يعني ده غير بقى القيل لا 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 كل حد بيقلف مع نفسه انتي عارف دي كانت اول مرة يعني كل المصريات بيجوزوا بالاجانب دي موجودة دي موجود انها من حقات لو هاجرها وليها شروط لو هاجرها ولو مش عارف ايه ولو لو 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 تدخيل مدارس وفيه اولاد وفيه تدخيل مدارس وفيه حاجات كتير يعني لها لا يحق ورجعت له تاني في 2012 ايوا وخلفتي سالم وسال ايوا اول غد الوقتي مفيش اي حاجة وعلاقتنا زي الفل مع بعض وقصي اصلي غسان بالنسبة لي هو في حتة يعني صعب اي حد تاني يكون موجود فيها الكزا سبب انه هو اول حد في حياتي واول جوازة واول اول كل حاجة اول سياعة البنت مع جزها كانت مع غسان ويمكن قبله ما كانش عندي علاقة وعلاقة بجد فحيفضل على طول ده غير ان هو ابو ولادي تلاتة فالاقل بنا على طول حتفضل كويسة غصبا عني وعنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة